أزل مرحبا بكم في حلقة جيدة من برنامجكم إزرانة مازيق طويلة جذور الأمازيغية في هذه الحلقة وزي العادب نجيب جذر جديد من جذور الأمازيغية وانطلاقا دائما من جبل نفسه جذر اليوم كما عودتكم له معنى أصلي ومعاني كثيرة فرعية فلو اضطررنا سنقسم الحلقة إلى حلقتين الوغ هو الجذر المتاعنا وهي اليال ياو ياغ أو لام ووغا وطبعا المتغيرات متاعها والتقلبات متاعها الذي له معنى أصلي وهو اللين والمرن والرطوبة وكذلك الملاسا فهذا الفعل خصص وعمم كثيرا فهو في جبل نفسه ضيق يعني أصبح يطلق للأسف شديد شين يصير في اللغة باش تبدأ بشوية بشوية تضمحل يضيق معاني كثيرة عامة وتستبدل المعنى الأصلي بمعنى آخر دخيل والمعنى الأصلي يبقى كما فالرطب يقولون يرتب ولكن في الحقيقة موجود الفعل في معنى واحد فقط يستخدمونه في الدقيق يقولون يلغغ ولا يلقى نشوفوا بقيت لنوع الأمازيغية حتى نجد أن أول شيء الاتحاد في المعنى هذا عن جميع التنوعات الأمازيغية ففي تمازيغة مثلا ألغغ وألغغن الأملس اللين المرن نجده كذلك في تشلحيت ألغغ أرغغ في تريفيت نجده في تاقبيليت ألغغ نجده ألقاق الناعم عفوا اللين الرطب في تشويت أو الطريق كذلك في تمزت كما هو في تمزت المزاب أو الأغلان كما هو في جبع نفسه خصص الفعل وأضيف له معنى آخر فلق هو الرقيق والدقيق سلق أي جعله مسحوقا جعله دقيقا في غدامس أخذ معنى المسحوق الخفيف والدقيق بمعنى أي شيء مسحوق يسمى لقع ونعفض عن الغاء تصبح عاء عند أهل غدامس وهذه ظاهرة غريبة جدا وكذلك في ورق لا تقسيس المعنى في الليونة ولكنهم أضافوا معنى آخر وهو نفس المعنى عن جميع التنوعات المسيخية ولكنهم يلقيق اللطيف الدقيق من الأشياء وبما أننا نتحدث عن اللطافة كذلك في لغة في تشويت يعني اللطيف والدقيق من الأشياء طيب أهني هذا سينقلنا إلى هقار والهقار شوف أقول لكم عند الهقار مثلا ألغ الطيب بالتعميم يعني لين الخلق شوفوا الليونة مازال مرة أخرى ولكن في معنى معنى أوية سيلغ جعله طيبا اعتبره طيبا تلق وتلغين كونه طيب الشخص كونه طيب هذا كله عند أمزيغ الجنوب اللي هما إموشاقي مهاق والآخرين وبما أننا في تطور المعنى المعنوي للكلمة إليكم حزمة من المعاني تستخدم في نفس أو في خسيات قريب جدا وبالأخص في المعاني الدينية فمثلا أمسلغ اللطيف الطبع والخلق أسيلغ الإحسان شوفوا اللطف انتقل إلى معنى الإحسان ثم يسيلغد يعني تشفع تلطف شفع له تلغى صدق أو لا صدق لأننا نشفع ونستجدي ونتلطف ونسترجي فتلغى هي الطقوس العبادة من الاستجداء والتشفع وغاية ألغ المناسك المتصوف مثلا أمالوغ اللي هو الشخص اللي يدير في المديح ويعيد المدح وإلى أخيره شوفوا معنى كيف تغير من معنى إلى معنى حتى وصلنا إلى هذا المعنى بل حتى أن الإذعان والرضوخ في حالة الحروب وفي حالة كذا يسمى ألغان بل أحيانا حتى المذلة تسمى بنفس المعنى أو تأتي من نفس الفعل ألغان الغوت والاستغاثة ألغب المدح كذلك الإلحاح في الشيء يلغد المديح ألغ لا إذن عندنا معاني كثيرة جدا بل أننا وصلنا إلى معنى آخر وهو معنى التصوف، الفقر، التقى، الزهد المعاني هذه كلها مثلا موجودة في تنوعات مختلفة مثلا نجدها عند أمازيغ الجنوب مرة أخرى بل أخص في الهوغار على الأقل هذا اللي نعرفاني لوقت هو التقي اللطيف تلقي تلق تعفوا وتلقي وين اللي هو الرجل الفقير أو حتى المرأة الفقيرة طبعا في غدامس مثلا تلقي و تلقي وين يعني الفقير عموما شوفوا كيف المعنى يتغير من شكل إلى شكل إلى شكل حتى يوصل إلى هذا المعنى بل نجد عندنا أمازيغ أنواع أخرى أو تنوعات أخرى من الأمازيغية مثلا يعني مثلا زي ما نقوله في مظاب وفي ورقلا يقولوا تلقي و تلقي وين اللي هو الفقر و البؤس طيب خلونا نولي للمعنى الآخر وهو معنى الطراوة الحداثة في السن ففي القبائل يقولون ألقاك وإلقاقا لهو اللين والطري ولكن كذلك الفتى الصغير أو الحيوان الصغير بل في دمنات مثلا أي حيوان يعني حديث دمنات هي قريبة من مراكش على فكرة أي حيوان حديث الولادة يسمى ألقاغ بل خصص هذا المعنى وأصبح أي حيوان عفوا أصبح اسم حيوان صغير بعينه الخرنق اللي هو صغير الأرنب يسمى أملغ إذا كما قلنا له معنى الأصلي والمعنى الأصلي أعطى كل هذه المعانى عندما نتكلم عن المعانى الفرعية للكلمة خلي نضيفوا حاجات من جسم الإنسان شراكم مثلا عندنا في جبن نفوسة نقول للعيل شفتوا الحفرة هنا لما العيل الصغير أول ما يوليد تجي حفرة هنا تسمى بلغة العبية اليافوخ نقول لها عندنا في جبن نفوسة تم الغيغت بل مقلة العين اللي هي هذه اللي تجمع الأبيض والأسود فيها تسمى تبلولغت بل في تمازيغ في الأطلس المتوسط يقولون اسبلولغ أي قلب عينيه تعرفوا لما العيل الصغير والإنسان يبيعبر عن استياء من شيء يقلب عينه يقول هذيك النظر هذي وعفوهن الصوت اللي صدرت هذا ربما يصدره لا ولكن تقليبة العين هذي يسمى اسبلولغ اللي هي تعبير عن الاستياء طيب بما أننا في جسم الإنسان ما زلنا فمثلا يقولوا في تشلحيت أزلنس إم الغيغل اللي هو المخاط إم الغيغل عفوا إم الغيغل هو المخاط والزلنس إم الغيغل تالغغت أو في بعض التنوعات تالتغت اللي هو الصمغ الوسخ اللي يخرج من الأذن هذا والقشور متاعه وغيره كذلك نحن نتكلم عن الرطوبة في أنواع أخرى في الرطوبة في الطعام نفسه نحن نتقلها من جسم الإنسان نذكرنا كل هذه الأشياء اللي في جسم الإنسان نزيده معنى آخر في الطعام فمثلا في المغرب الأوسط عندما نتكلم عن التمازيغت في تمازيغت يقولوا إلقي مفرد بدون جمع اللي هو اللبه الخبزة مش الخبزة تكون صمرة من البرة ومن داخل فيها أبيض الأبيض هذا في داخل الخبزة يسمى إلقي وهو كذلك يطلق على الصالح من الطعام لأن الصالح من الطعام يكون طريمة يكون شابس فتلوغي كما هو في الجنوب الشرقي من المغرب بل انتقل من معنى الطعام الجيد والطريء إلى معنى الجودة نفسها لغة الجودة والطريء من الغداء عموما فيه اليابس من الغداء وفيه الطريء أي نوع من نوع الغداء الطريء يسمى أملوغ بما نتحدث عن الليونة في الغداء عندي حاجة نقولها وربما هذا يعتبر اجتهاد مني بصراحة لكن أقول لكم هل فيه أكلة أكثر طراوة من العصيدة العصيدة اللي ناكله فيها نقصد بالعصيدة اللي هي تسمى تسمى العصيدة العصيدة تعرفوها هذه الدقيقة اللي هو مخلط معها لمية العصيدة تسمى مثلا عفوا جذرها هي يالياوة ولهذا ربما تكون مقلوبة وسقط من حرف الغاء كما ذكرنا في حلقات سابقة لكن أليوة وأليو عند الهوكار هو العصيدة طيب إله هو سائل العجينة في غدامس مرة أخرى هي رطوبة عندنا حاجة أخرى بمتحدد عنها الرطوبة عندنا رطوبة الجو الجو لما يكون فيه رطوبة يسمى تيغلي عندكم الحق طبعا هناك معاني كثيرة أخرى غير هذا المعنى ولكن يجب الانتباه إلى أن معنى واحد قد يقضي هذه المعانيك أخرى وفي الحلقة الجاية بنتكلموا عن الرطوبة في النبات وعننا الحيوان وعننا أشياء كثيرة أخرى فانتظرونا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله على نفس الجذر وحاولت نقسمها للمينبوش لتجاوز الأحدى عشر دقيقة في كل حلقة باش ما يصيرش نوع من الاستيام تاني ميرتون وإلى حلقة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر